من الأول بلاش من الأول بلاش ما يفهمه طيب تعالين ندخل بقى للفاكتس يعني اللي حاصل فعلا إن واحد تعالين كلمة أول عن المش متجوزين شاب أو بنت عايشين بره بيدرسوا بيذاكروا بيشتغلوا وأهليهم هنا الأب والأم والأخوات وكده ودخلت رمضان وهو في الغربة إيه النصيحة اللي تقوليها له إيه النصيحة اللي تقوليها الأهله بوسي هي نصيحة حقوله له حتى إذا الموضوع مش مرتبط قوي برمضان الأكتر حاجة بتوجعني لما بسافر لما ببعد عن أهلي هي إن أنا أنا بتوح في بلد أنا معرفهاش في لغة أنا معرفهاش في عدد تقاليد أنا معرفهاش فبحث إن أنا I'm not familiar يعني مفيش حاجة مألوفة بالنسبة لي حتى تعديد الشارع مرة يعني بلد من بلد اللي إحنا سافرناها أنا كنت مباهرة بتعديد الشارع أنا فهم إن إحنا من عديد الشارع زي من عديد؟ يعني فيش عربيات فهمت يعني فهمت روحنا هدف إن إتتعدي من غير ما تموت طب طب على العربية كده توقف أو تعمله كده أو بتاع بس فبيوقف وبيبقى لذيذ ومحترم وبتاع فالهدف إن أنا حوصل من غير ما تخبط لو تخبطت خطة بسيطة وجراش حاجة إنما ما بطاقيت أعمل كده أول مرة أعمل كده لقيت ناس ببصلي ناس إسا وقفة آه إنتي زي كده وأنا مش فهمة طب مشاريع فهذه إنتوا وقفين ليه ما تتعدوا فطالع إنه لا فيه إشارة للمرور للمشاية لازم تحترم ده موقف طريف إنت غراب قوي على فكرة فمشارع فهذه المهم وبعين كان فيه إشارة للمبيشوفوش بيشوفوش بتطلع صوت إنه ده المعادة ده ممكن تتعدوا هنا وقفة مبهرت إشارة بطلع صوت لي فأتعلم قواعد البلد اللي أنا عايش فيها بالعكس وأبقى بالعكس يعني أبقى متحمس متحمس أو يبقى عندي فضول إنه إيه ده طب وإيه كمان يعني مثلا عندكم 92 ألف نوع عايش آه ليه بقى إيه الفرق ليه في أنواع العايشة كلها طب ده أغلى من ده ليه طب ده بيفرق فيه إن أنا مبقاش حاسس إن أنا مليش مكان قوي لأن أنا أهم حاجة بالنسبة لي أنا هي إحساس بالألفة يعني الدنيا دي مألوفة بالنسبة لي وإنه أنا ليه انتماء أنا بنتمي لحاجة يعني في مصر إحنا بنتمي لكل حاجة إنه بنتمي للديانة واللي بنتمي لبيوت أو لمنطقة معينة يقول لك ده أصله من مصر جديدة أصله ده معايدي أصله تقفى ليه فيه انتماء ما بنتمي المدرسة جمعتي مدرسة جمعة أهل أنسوان أعرف أنتمي لده بس أصبر عن نفسي شوية أنا عارف إن أنا اتشلت من حتة ويتحط في حتة تانية مش شبه اللي أنا متربي فيها بكراهش حاجة محتاج أصبر أنا بستعكل أنا بستعكل قوي فباحزن قوي إنه الأكل بتاع ماما إنه صوت الأدان أنا مش لقيه أنا متعود عليه إنه إيه ده هو المحلات تقفل الساعة 6 يعني يومان أنتم بتعملوا إيه من 6 وطالع طبيعي إنه يحزن في الفترة طبيعي إنه يحزن مدد إيه؟ المفروض إن هي متبقاش أكتر من شهرين يعني تدي نفسك الفرصة إن هي بتعمل شهر من الاكتئاب شوية بيبقى فيه شوية خمول بيبقى فيه شوية أنا مش عايز أعملها جديدة بيبقى فيه لخبطة في النوم بيبقى فيه تفكير كتير قوي أتعلم إنه بالعكس الإنجازات اللي أنا بقولك عليها دي إنه أنا تعلم تعدي الشارع ده إنجاز فهروح أكتبه وهروح أتكلم فيه مع الشخص اللي في بلدي اللي بيسمعني اللي هو ماما بابا حد من إخواتي صحابي القريبين إنه على فكرة أنا إنجاز رهيب نهارده أنا عديت شارع أو أنا عملت كوباية روز هو عبقى يعني أنا عملت كوباية روز ده حدث آه يعني طباخ ده مكتبة روز طبق سلطة فأنا كده ميت فل و14 إن أنا أتعلم أفرح بالإنجازات البسيطة اللي أنا كنت بخدها بطاقين فور جانت زي ما بنقول أو بتعامل على إنه حاجة عادية جداً في بلدنا فلاش أفضل متشعبت في حتة لأ بس الرز وحش مش زيبت أماما مش زيبت أماما وكيه بس أنا عملت روز تعالي نفرح بالحتة دي لأ ما هو أنا برجع البيت ألاقي البيت مش نضيف تمام تعالي بقى نخلق ده من أهم الحاجات روتين إن أنا أخلق لحياتي روتين لأن أنا حياتي كلها اتغيرت طب تعالي أخلق روتين جديد بالعكس إن أنا أستغل الفرصة اللي أنا فيها زي ما بقولك مثلاً أنا كنت نضيف الحاجات اللي بتخدني يعني إيه محلات تيفسها ستة بتروحوا فين طب ومنعمل إيه بعدك أيها بتروحوا فين ستة ده بتروحوا عشان تعملوا إيه لا أخلق بأوروبة خلاص ملكو بيرجعوا في البيوت بالزبط تيني بتضل مبادري وبتاع فأوكي يبقى أنا لو هغير بقى روتين إن أنا لو رأي حاجات أعملها هعملها الصبح بالعكس بعد ظهر ده بتاع الحاجات اللي أنا مش هارف أعملها طالما أنا شغال أو بذاكر أو كده فبعد ظهر ده بتاع بقى ده بتاع التنظيف وده بتاع الإراءة لو عايزائرة وبتاع بقى أن أنا هذا ذاكر وأنه هطبخ بالعكس فإن أنا أعمل لنفسي روتيني خليني حاس لأ فيه ألفة لأ إحساس المخترب إنه بعيد عن العين بعيد عن القلب ده حقيقي؟ خالص مش حقيقي خالص بالعكس بتبقى فرصة كبيرة قوي للفلطرة إنه بتكتشفي إنه فيه ناس كتير قوي أنت كنتي تديها مساحة في حياتك أكبر من اللازم إن أنت لما بعيدتي شوية لقيت لأ هو ممكن أنه صغر مساحيتهم شوية من ضمن الميزات برضو بتاعة الغربة إن أنا بتعلم أهود معايا إحنا هنا في مصر إنه إحنا مشغولين أوي وإحنا عشاريين أوي فإحنا بنقضي وقت مع بعض أو لازم أتواجد لفلان عشان هي محتاجيني وفلان لأنه محتاجني ما بلحاش أقضي وقت مع نفسي فباكتشفني جديد لأنه باكتشف إنه فيه حاجات كتير أنا كنت بعملها علشان ده المتعرف عليه أو ده المطلوب إحنا بننام متأخر إحنا بنفتر متأخر إحنا قصدي الفتار مش رمضان نفتر عادي أو إحنا بنقض نشب قهوة لغاية بالليل بعد شوية بكتشف إنه إيه ده تخالي إذا أنا ما بحب بش أفتر متأخر إذا أنا بفضل قوي إنه ساعة سبعة الصبح لما يعني طبعا أنا بصحر سبعة صبح لو سحيد سبعة صبح أنا بحب أفتر ساعة سبعة بحبش أستنى لغاية ساعة أنا بحب أن أخاف فببتدي أتعرف علي أتعرف أنا أقضي وقت مع نفسي فبغير تاني أسلوب حياتي إنه طب أنا ممكن أبقى كده مرتاح أكتر ما ممكن مثلا مصاريني كده تبقى مرتاح أكتر فأرجع تاني بلدي بنظرة جديدة اللي أنا بحبه ولا بحبهوش والمساحة مختلفة للناس أوكي دائما دائما